بعد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تساؤلات كثيرة تطرح حول الشخصية التي ستقود البلاد والفترة الانتقالية في إيران فبحسب التوقعات فإن تيار المحافظين أو عودة الإصلاحيين هما خياران مطرحان في إيران في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة بعد أربعين يوما ولكن الأكثر ترجيحا هو بقاء التيار الحالي من بين الأسماء المطرحة للرئاسة والتي يقف وراءها المعتدلون علي لاري جاني رئيس مجلس الشورى الإيراني الأسبق حيث يتوقع أن يحظى بموافقة الإصلاحيين كمرشح رئاسي محتمل كونه الخيار الأفضل بنسبة لهم لقربه من رموز الحركة والأقوى في مواجهة أي مرشح متشددا محتمل من الوجوه المطروحة أيضا الرئيس الأسبق محمود أحمد النجاد الذي يحاول تقديم نفسه كتيار ثالث لا إصلاحي ولا محافظ وسبق لمجلس صيانة الدستور أن رفض ترشح نجاد في الدورة السابقة للانتخابات الرئاسية لأنه بحسب التوقعات فإن حظوظه قد تكون قوية في حل وافق المجلس على ترشيحه هذه المرة وذلك لأنه يتمتع بشعبية واسعة في شريع الإيراني أيضا هناك مرشح آخر محتمل لخلافة رئيسي وهو رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إذ يتوقع يتجه من السلطة التشريعية لترشيح نفسه في السلطة تنفيذية لأن قليباف مدعوم أو مدفوع بدعم غير مباشر من المرشد الإيراني والقوى المقربة منه أما الاسم الأخير المطروح للرئاسة هو رئيس محمد مخبر رغم أنه ليس من الشخصيات البارزة والمعروفة كما أن مخبر لا يعتبر من الرموز المعروفة في إيران كالأسماء السابقة المطروحة إذ يرى مراقبون أن حضوضه تبقى أقل من غيره من المرشحين المحتملين لخلافة رئيسي